سيطرة محكمة على الخط الرابط بين حرض ومستباوى مواقع أخرى بمحافظة حجة من قبل القوات الحكومية وطرد الميليشيات الإرهابية الحوثية من تلك المواقع التي كانت تتمركز فيها وسط انهيارات مستمرة لهم وخسائر كبيرة في صفوفهم القوات الحكومية مسنودة بطيران التحارف تمكنت من تحرير قرية الفتح ومورية وعقاوة وقرية الجبل الأسود والسوالمة والعتنى وبني صالح والجمنة والغرزة وقرية الجلاحف في مديرية حرض بعد معارك شارسة مع الميليشيات بالإضافة إلى قتل وجرح العشرات من عناصرها وتدمير العديد من الآليات واستعادة طقمين عسكريين والكثير من الأسلحات الخفيفة والمتوسطة تم دحر الميليشيات الحوثية الذي باحت دمائها في السهول ولديان من شان السيد وهذا مصيرهم ثلاث جثاث عندنا في موقع واحد ما غير الجثاث والغنائي ملحوط وهذه أثنين بنادق كلاش نقوف من نوع روسي غنمناها والحمد لله إلى ذلك تواصل القوات تقدمها في مستبى والخطة الاسفلتية المؤدي إلى عاهم وتمكنت من قطع الشريان الرئيس لإمدادات العناصر الحوثية من جهة مستبى وعاهم وصولا لجبهتي حيران وحرض كما تمكنت القوات الحكومية في إطار العملية العسكرية من استعادة اتباب السود شرق مديرية حيران وإلحاق الخسائر الكبيرة في صفوف الحوثيين الانتصارات المستمرة لأبطال القوات الحكومية في محافظة حجة تأتي بالتوازي مع النجاحات التي تحققها القوات المشتركة في الحديدة وهو ما يعني دخول معركة الخلاص الوطني من ميليشيات الحوثية الإرهابية مرحلة حاسمة لتطهير اليمن من فكرها الدخيل واستعادة الجمهورية اشتركوا في القناة